بالحديث عن كأس الأمم الأفريقية حابب بس أقول أنه في كل شغلانة في كل عمل في كل اجتهاد بتجتهده بيبقى ليك المثل والقدوة والأستاذ النهاردة رحل أستاذ المهنة رحل أستاذ الصحافة وأستاذ الإعلام رحل الأستاذ في كل شيء علمنا إزاي نلقي في الانترو والمقدمة اللي حراركم بتسمعه وبقت متطورة دلوقتي بقت اسمها مقدمة نارية ومقدمة فضيعة ومقدمة اللي بتسمعه كتير ده بس هو كان بيقولها بزكاء بعلم بدراسة باجتهاد ببحث أمير الصحافة الاستقصائية رقم واحد في الصحافة الاستقصائية تعلمنا منه إزاي نبحث عن المعلومة إزاي نبحث عن القضية إزاي نحل المشاكل مش نصدر بس المشاكل كان أستاذ على مر سنوات طويلة شخصياً تعلمت منه كتير كتير من جيلنا ومن قبل جيلنا وبعد جيلنا اتعلمه من الأستاذ الكبير واقل الإبراشي نموذك في كل شيء تقعد تتفرج عليه تستمتع وانت بتتفرج عليه هتتسلى هتتسلى مش هتزهق لو انت بتتفرج عليه هتتدايق وتزعل وانت بتتفرج عليه هتنبسط وتفرح وانت شايف الحلول بتاعت المشاكل ما كانش أبداً بيخبي مشكلة ما كانش أبداً بيحط مراهم وكرمات ويهدي الأمور بس برضو كان بيحل الأزمات ويحل المشاكل يجيب التليفون من هنا يجيب الضف من هنا عشان نحل أزمة الإعلام النموذج الإعلام النموذج والمثل النهاردة مع خبر وفاة الإعلامي الكبير والإبراشي الجميع كانوا أحزان كله زعل كله تدايق كله تصدم الخبر مزعج خبر مؤلم رضيين طبعاً بقضاء ربنا بس برضو الفراء الأحباب دايماً بيأثر وهو كان زكي بما فيه الكفاية أنه هو يكون حبيب لكل بيت مصري كل الناس في الشارع كل الناس في البيوت يا جماعة هاتوا الإعلامي الكبير والإبراشي نتفرج عليه في أي برنامج في أي قناة لها متابعينه رحمة الله عليه إعلامي كبير إعلامي عظيم تعلمنا منه هنفضل نفتكره بالخير وهي دي الحاجة اللي كلنا بندور عليها السيرة الطيبة حياً أو ميتاً رحمة الله عليه يبقى اسم وائل الإبراشي الإعلامي الكبير خالداً في ذكرانا إلى الأبد إن شاء الله حتى نلقى ترجمة نانسي قنقر